بسم الله بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله سيدنا محمد طيب القلوب وضعائها وعافية الأبدان وشفائها أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة سريعة هنتكلم فيها عن فلتر رئيسي في الجسم الفلتر دا اللي هو إيه؟ اللي هو الكلة أو الكلة الكلة دي بتعمل عملية تقطير يومي لـ 18 لتر من السوائل بتحضر إليها عشان تقوم بعملية إيه؟ الفلترة ليها يعني دا فلتر يعني دا منقي منقي ماء يقوم بعمله في 18 لتر مية في اليوم أو 13 لتر من السوائل اليومية التي تتوجه إلى الكلة عشان يتم فيها عملية التقطير هي وظيفة الكلة الأساسية إيه؟ الكلة لها ثلاث وظائف دي حاجة مهمة أو لازم دايما حضاكت وعرفينها ونفكرها البعض دايما الكلة أول حاجة بتطلع مادة اسمها الرينين عشان تظبط الضغط أدي واحد نمرة اتنين بتعمل طور مهم جدا في تحويل بيتامين دال الغير نشط إلى بيتامين دال المرحلة الثانية أو بيتامين دا دي تو اللي هي المرحلة الثانية في بيتامين دال رقم ثلاثة وده المهم أنها بتخلط الجسم من الإيه؟ من اليوريال والعوادم اللي بتحضر لها عشان توصل لها وتتخلص من الإيه؟ هذه العوادم بأنها تنزلها في البول الكلة تعتبر بالإضافة لهذه الوظيفة هي جزء حساس أو يعتبر حساس من الحساسات اللي تشتغلت بالجسم عشان موضوع المية يعني لما بتلاقي إن كمية المية بالجسم قلت وبدأ يحصل جفاف تبتدي تعمل عملية تركيز للبول وترجع أي كميات مية موجودة فيه عشان يتم إيه؟ استهلكها واستخدامها داخل الجسم هذه حاجة مهمة قوي إن هي بتقوم بعملية تطهير كامل لإيه؟ العوادم الموجودة داخل الجسم الجسم فيه كليتين والكليتين بيقوموا بالوظيفة كاملة ممكن واحدة فيهم يبقى عندها مشكلة ومش قادرة تقوم بالوظيفة التانية تقوم بالوظيفة مهمة قوي إن احنا بالنسبة للكلة بنحافظ دايما على حاجات معينة بتحافظ عليها إن مثلا لما بيجي في الأطفال دي حاجة مهمة قوي والطفل عنده تقوص في رجليه أو عنده لين عظام أو عنده كالسام قليل بنبتدي نديله كميات كالسام طويلة ونسيبه فترة طويلة ونقول له يمشي مثلا على العلاج ده لمدة سنة كلام ده مش صح لازم يتم متابعة نسبة الكلسم باستمرار لأن الكلسم لما بيزيد بيبتدي يحصل له ترسبات في الكلة وبيحصل إن هي تعمل حصاوي دي أحد أسباب حصاوي الكلة اللي موجودة فيه برضو بعض الأكلات اللي هي بتأثر تأثير مباشر على إنها تعمل ترسيب وتجميع الحصوات داخل الكلة الكلة برضو لما بتقوم بوصيفها وبتبقى أمورها الوظيفية مستقرة بيعتبر دي عملية تنقية كاملة للجسم من اليوريا من العوادم برضو هي لها دور مهم جدا وهي لها دور حساس في تنظيم الأملاح المعدنية اللي هي السوديم والبوتاسيوم والكلسم داخل الجسم بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو لما بيبتدي يقل تركيز السوديم داخل الجسم بيبتدي هي تعمل عملية امتصاص للسوديم ده وبترجعه مرة تانية للجسم طيب الفلترة دي بتتم إزاي؟ إحنا عندنا الدم بيوصل للكلة عن طريق الشرايين المغذية والموصلة للدم بتوصله للكلة بتبتدي ياخد مراحل فيه المراحل دي بتوصل لإيه؟ بتخش الأول على جدار الكلة وبعدين تعدي من الكاليسس بتاعتها أو الأجزاء بتاعتها وبعدين تروح على حتة اسمها الإيه؟ النفرون ديه أو الوحدة بتاعت الكلة إنت حالك بتشوفها دايما في معامل الإيه التحاليل ومعامل الإيه الكيموية بتلاقي فيه مجموعة من الأنابيب شكلها على بعضه ملوي كده هي بتاخد نفس الشكل ده بيعدي فيها الدم تبتدي تعمله عملية فلترة تنتص منه الأجزاء المهمة للجسم وتطرد الجزء الإيه الغير مهم يعني بمعنى صحة وأوضح إنها بتنتص ما يفيد الجسم وتطرد ما يضر الجسم طالما هي بحافظة على وظيفتها وبتقوم بظهرها بشكل جيد حلقة سريعة مهمة حافظة على الكلاة بتاعتك اشرب مياه كفاية ما تاكلش حاجات اللي هي فيها نسبة أملاح عالية ما تتغطش على الكلاة بتاعتك بكميات سكريات وكميات حاجات ما لهاش ضرورة عشان تفضل تقوم بوظيفتها كما خلقها الله شوف حضراتكم على خير حلقة قادمة سريعة وجميلة ومهمة هتعجبكم جدا سلام عليكم